كُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ كُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى مَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لازلنا أيها الكرام مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستمع إلى الآية بقلوبنا ونتبع ونعمل ونطبق لعل الله أن يجعلنا من الذين هداهم الله من أولي الألباب ومعنا هذه الآية من الجزء الثاني عشر في سورة يوسف قُلْ هَذِي سَبِيلِي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يأمره أن يقول لنا أن يعلمنا الطريق اللي عاوز يمشي وراء النبي شوف النبي ميشي فين ومشي وراه ميشي فين طريق الدعوة إلى الله هو ده طريقنا قلْ هَذِي سَبِيلِي إيه الطريق بتاعك يا رسول الله ربنا بيقول للنبي قل لهم كلهم قلْ هَذِي سَبِيلِي ده طريق النبي هو إيه با؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنت حضرك من أتباع النبي؟ أيو أنت أنت يا أخي أنت يا أخي يا أستاذي دكتور في الجامعة وانت يا أختي اللي يا دكتورة ومهندسة وانت يا ابني اللي لسه طالب وانت يا بنتي يعني اللي لسه بتأتي تعلمي وانت يا جدي اللي أمي ما بتعافش تقرأ وتكتب وانت كل الأمة أنا بكلمك وقول لكم ألستم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ألستم تسلكون سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن أنتم جميعا دعاة إلى الله هو ده طريق النبي لابد أن تكون داعية الله قلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُ إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كل أتباع النبي دعاء لا بس عم تشير دعاء لها ما عرفش لا عرف أقول زيك كده ولا عرف أطلع على منبر ولا عرف أخطب ولا عرف أقول محاضرة ولا عرف أدي درس هتقول لي بقى دعاء الله معرف ماش في السكة دي لا مين لقلك إن أنا مين لقلك إن أنا بقولك إن الدعوة إلى الله لابد من منبر لا على بصيرة كل شيء استبصرت به في دينك يمكن أن تدعو به إلى الله عز وجل أي حاجة عرفتها من دينك على بصيرة يمكن أن تدعو بها إلى الله جل وعلا ببساطة خارس بل ممكن أن تدعو ولو لم تنطق ممكن أن تدعو بدعوة صامتة ممكن أن تدعو بلا كلام بحسن خلق ببسمة توزعها على ناس تبقى دعوة إلى الله وهو ده طريق النبي عليه الصلاة اللي عاوز يمشي ورا النبي ويوصل للي وصل إلى النبي ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الدعوة إلى الله كل مسلم لا بد أن يدعو على الله مش ربنا تقال للنبي كده ووجدك ضالا فهدى يعني وجدك ضالا على الإسلام فأمر بعدها قال وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ نِعْمَةِ رَبِّنَا عَلَى النَّبِيْ وَعَلِيْنَا هِيَ الْإِسْلَامِ يبقى لابد أن نحدث بالإسلام يبقى الواجب عشان نطبق الآية كل هذه سبيلي أدعو إلى الله عمليا نعمل إيه ندعو إلى الله برضو يعني خلي بقى كلام عاملي حضرتك وانت جيت صلي في المسجد مش لقيت تلاتة اربعة شباب وقفل على النص ما بيصلوش عملت إيه عملت إيه يعني جيت صليت لا لا ماتسبهمش ادخل عالم كده سنعمليك يا شباب أخباركو إيه إيه رأيكو يا شباب تيجي نصلي طب بس عم الشيخز بقى أنا وانحصلك بس واش بسمعنا أنا عارف إن إحنا الدنيا مؤرفة ومش لقين جواز ومفيش فلوس ولا في وظيفة وتعبنين وأنا عارف ماتيجوا صلوا وصروا نفسكم بربنا الغني واتشوفوا هيوسع أرزقكم ويجوزكم ويحللكم مشاكلكم ويجيب لكم وظيفة ويخلصكم من الهموم اللي انتم فيها تعالوا بس واتشوفوا الكلمتين دول أنا قلت فيهم عشر آيات مثلا والآية بكمتين اللي انت قلتهم للشباب دول أنا قلت فيهم حديث حفظت البخاري عشان أقولهم خالص دولت عارف صلي وربنا يحللك مشاكلك صاحب الكلمة دي يهديمش دعوة إلى الله آه والله دعوة طب ليه ما عملتها أش واحد بيشرب سجاير أنا بعمل كده بقى ليه بيشرب سجاير أقول له انت مسك بقيتك الشمال ليه مسك بقيتك اليمين يقول بسم الله أوله وأخيره يوم دحك عشان بس للشطان ما يشربش معاك لا هنحرق قلبه وقوم داخل معاك اللي هو يا أخي بإله عليك لو النبي شايفك وانت بدأت شاب السجار دي وقالك دي ايه تقول له ايه تبتحديقنا عم الشيخ ادعينا عم الشيخ ربنا يتبع عليك ربنا يتبع عليك أخي طب ما ترميه وتعالى وربنا يبقى تبع عليك وقولك المتين الكلام ده محتاج تحفظ القرآن كل العديدين تقوله هذي دعوة إير الله ولا لا الشباب اللي قاعدين على النص دول والصالة مغرب وعشة وقاعدين ويجاهلوا بالمعصية ده اللي قاعد على القهوة مش قاعد جوه القهوة ده قاعد في الشارع تشوفوهم قاعد في الشارع وقدام الضمنة والطولة بيجاهل ربنا بالمعصية قدام الناس كلها وجنب الجوزة وقدام علبة السجار والظهر والعصر والمغرب والعشة بالدن وقاعد ما صلاش بيجاهل بالمعصية أجل أقول لك قل له تعالى صلي تقول له المكسوف تستحي أن تأمره أن تدعوها إلى الله ودى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الناس في نواديهم مكسوف تطلع في قهوة وتقول لهم تعالوا صلوا مكسوف ليه هو لا يستحي من المعصية أنا فاكر كنت مرة والله داخل المسجد وسبحان الله بوابة المسجد جنبها على طول بوابة قهوة وداخل أد محاضرة والمسجد مليان والناس مستنين أقدم محاضرة وفجئتني أن القهوة مليانة والله يا إخواننا والله ألعت حزاء ودخلت برجلة على المسجد وبعدين بصت على القهوة شفتها قلت أنا جاء على سفر مجمع المجرى وبلاشها الناس اللي في المسجد دول قاعدين وجايين ومنتظرين دول اللي محتاجين والله العظيم راح تطالع ودخل على القهوة جنب المسجد كلمتهم بالله عليك يا إخواننا اللي بيحب النبي يقوم طب لو النبي هو اللي داخل عليكم طب حتى أقولك المتين بصات جدا والله يا إخواننا لقيت كل اللي في القهوة دخل المسجد لم يبقى إلا اتنين أو تلاتة مش بقولك أهين تقول أنا شاطر ولا أنا جدع ولا أنا بعرف أدعو إلى الله لا تكلمتين بصات طلع من قلبك هيوصل أقلوبهم ادعو إلى الله على بصيرة بطريقة النبي على السلام ممكن تبتسم في وجه إنسان بسمة بسمة يحب الإسلام والله العظيم كنت في بطار زيوريخ في سويسرا وأنا قاعد فجنب بنت صغيرة قاعدت تبص عليها كان في إيدي كميترية كده فبدتها للبشاور للبنت الأم خافت ومسكت البنت والأب خدها قاعدوا يلعبوا البنت بالكمبيوتر عشان يشغلوها والبنت متعلقة بي في الآخر البنت سابتهم وجرت جارية عليه دهت لها كمبيوتر وقلت للأب والأم as my doctor ده زي بنتي وبتسمت كده بسمة البنت قاعدت تلعب ولا عيبها وديلها مش عارب إيه وديلها إيه أهم الأب يسلم عليه قل I like you very much مش عارب إيه قاعد يقول لأنا كنت خايف منكم لقيتك بسام وبشوش وأنا حبيتكم والله وسبته وراح تكيب طيارة الله أعلم إيه اللي حصل له الشاهد البسمة دعوة إلى الله البسمة دعوة إلى الله راجل دخل راح ألمانيا من السعودية يحضر رسالة هناك لقى لوحة إعلان وهو طالع من مطار همبورج مكتوب عليها بالألماني أنت لا تعرف شيئا عن إطارات الكهامة وإذا أردت أن تعرف المزيد اتصل برقم كذا يعني أنت ما تعرفش حاجة عن الكويتش ده اللي عاوز كويتش للعربية يتصل بالرقم فرح جايب إعلان زيه بالظبط وعلقه وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام وإذا أردت أن تعرف شيئا المزيد عن الإسلام اتصل برقم كذا وجاب علق لوحة الإعلان مكاليفة ميت يورو وجاب بتليفون مكاليفة ثلاثين يورو ورح للمركز الإسلام وقال لي خد التليفون ده اللي يسألك عن الإسلام عرفه بالإسلام هو ما عملش حاجة إذنه دفع مئة وتلاثين يورو ورح يحضر رسالته فوجئ بفضل الله إن التليفون ده لم يتوقف الألمان بالتصر يوم دي دعوة إلى الله ما عمله آج هو دعم بس حاجة بس بسيط الألماني يتصل إيه هو الإسلام في دقيقة ودقتين الشيخ يكلمهم عن الإسلام باللغة الألمانية يتصل رقم تاني التليفون ما كان يتوقف بفضل الله الشاب ده قعد تسعة شهور في همبرغ في ألمانيا ورجع أسلم من جراء هذه الحركة الدعوية ألف ومئة ألماني بنى لهم مركزا إسلاميا بأموالهم ورجع إلى بلدي في زجل عزناته ألف ومئة أسلم والآن ده غير إلا يسلم بعد ذلك دي مش دعوة إلى الله دعوة إلى الله تحرك بالدعوة إلى الله على قدر ما تستطيع فهذا واجب فأنا أقول لك الدعوة إلى الله واجبة إن كنت من أتباع محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فادعو إلى الله يا أتباع محمد لعل الله أن يجمعكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر